فريق بيترو جيت تعادل مع زد بنسيجة 2-2 في ظل استعدادات الفريق البترولي لانطلاقة الدور الممتاز بيسعى بيترو جيت بقيادة سيد عيد للتجهيز الجيد للموسم الجديد بعد صعوده للفريق الدولي بعثت فريق الإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم وصلت قطر لإقامة معسكر خارجي استعداداً للموسم الجديد بيستمر معسكر الإسماعيلي لمدة أسبوع وسيخوض خلال هذا الأسبوع مبارتين وديتين أحدى هذه المباريات مع السد القطري لتجهيز لعبيه لانطلاقة الدوري الجديد دي الزمالك فاز على فريق أديتجا البنيني بنتيجة 26-45 في إطار ربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية اللي بتقام في الفترة من 10-19 من أكتوبر الجاري بالمغرب ليتأهل إلى نصف النهائي أما فريق رجال كرة اليد بنادي الأهلي فقد فاز على فريق أغادير المغربي بنتيجة 33-13 في إطار ربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية والمقامة في المغرب في الفترة من 10-19 يوليو الجاري ليتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة فريق الزمالك الصفحة الرسمية لمنتخبات مصر استعراضت مهارات نجوب منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية قبل بدء بطولة الأمم الأفريقية اللي حتنطلق إن شاء الله يوم السبت القادم نشرت الصفحة رومو ترويجي للبطولة وكتبت انتظروا منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية بالغرداء 2024 والتي تنظم بوسطة الشركة المتحدة للرياضة عالميا نادي توتنهام الإنجليزي أعلن تجديد عقد مدفع جاد سبانيس لمدة أربع سنوات ليستمر مع النادي حتى عام 2028 الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن تعيين الألماني توماس تخيل مدربا للأسود الثلاثة خلفا للمدرب المؤقت لكارسالي وسيبدأ العمل مع منتخب إنجلترا في 1 يناير 2025 قبل عملية التأهل لنهايات جأس العالم